يعاني سكان قرية ولاد سعلي بلدية عينرنات ولاد تصطيف من أزمة عطش حداد دامت لسنوات طوال رغم قيام الدولة الجزائرية بتجديد قنوات الربط وتسليمها إلى البلدية إلا أن عدم الاكتراط بروح المسؤولية جعل من المواطن يستيقظ في كل مطلع شمس على مشاهد صهريج التي تجوب الأحياء والخزانات التي انتشرت كالفطريات فوق سطوح المنازل إنما لحد الآن كل الحي ما عندوش الماء رغم أنه كين هناك كين شبكة ولكن الماء ما مش موجود رغم يقولوا رديو رأيت البلدية مليار ما فهمناش نحن نسلكه في الماء هذا ويقول لك رديو نسلكه في الماء هذا ويقول لك رديو نسلكه البلدية مليار رغم لك نتراك بيناك تشوف بصحران اليوم رأنا عشاني ومما زاد من معاناة سكان ولاد سعلي خطر مرور الخطوط الكهربائية عالية الضغط فوق السكنات ناهيك عن الشباب الذي لم يجد مكانا يحتويه في ساعات الفراغ انتها البلدية ولا مليش عارفة نهار جيت خطط له دركة المخططة والبناء انتعو لا تعطيه تحت المخططة تحت تري سيتي يرعي يجري للصناكاز يقول لهم مشكلة مشتعية ناثاني وين يروح المواطن أضع ما عنديش وين نروع مكان لا ترانسبور لولو وين نروع مجي لخلص الخدمة العشية رف المقهى ما عنديش وين نروع نلابو تخلص جيل الدار ديقوتي الى حين تدخل السلطات المعنية لرفع الغبن على هذه القرية المنكوبة تبقى هذه البراءة الوحيدة من تدفع ثمن اخفاق الكبار